بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم عزيزي الطلاب في استكمال موضوع تقدير فترات الثقة للنسبة هذه المرة سنأخذ تقدير فترة ثقة للفرق بين نسبتين كما فعلنا عند أخذ المتوسط والفرق بين متوسطين فترة ثقة للفرق بين نسبتين هيكون عندي بي واحد نائس بي اثنين دول اللي موجودين في المجتمع وغير معلومي القيمة هستخدم بدلا منهم النسب من العينة بي هات واحد نائس بي هات اثنين طبعا مش محتاج أنبه أبناء الطلاب أن هذه القيمة بمفرادها دون طرح منها أو إضافة عليها تمثل تقدير بنقطة يبقى إذا سألني عن تقدير بنقطة للفرق بين نسبتين مجتمعين أقدر أخذ بي هات واحد المحسوبة من العينة الأولى نائس بي هات اثنين المحسوبة من العينة الثانية نائس أو زائد زد بألفة على اثنين مضروبة في جزر تحت الجزر كنا لو فاكر في نسبة واحدة بي هات في كيوهات على إن واحد طالما عندي نسبتين هنا هيكون تحت الجزر بي هات واحد في كيوهات واحد على إن واحد زائد بي هات اثنين في كيوهات اثنين على إن اثنين لاحظ معايا إن العلامة زائد لأن هذا يمثل تباين الفرق بين نسبتين والتباين قيمة تربيعية والتربيع لا يمكن أن يأتي بسالب دائما أبدا بموجب كما فعلنا فيئة نائس هنفعل فيئة زائد هي هي نفس القيمة المطروحة هي هي المجموعة طبعا عارفين إن كيوهات واحد تمثل مكمل البي هات واحد نحصل عليها بواحد نائس بي هات واحد كيوهات اثنين نحصل عليها بالصيغة واحد نائس بي هات اثنين ناخد مع بعض مثال لتوضيح هذه الفترة في عينها من ألفين من الرجال يبقى إنه واحد بألفين وخمس تلاف من النساء يبقى إنه اثنين بخمس تلاف الذين يشاهدون برنامجا تلفزيونيا يوميا وجد أن ألف ومية من الرجال يبقى هؤلاء من يتصفون بالصفة في العينة الأولى وألفين وتلتمية من النساء هؤلاء من يتصفون بالصفة في العينة الثانية يفضلون هذا البرنامج المطلوب ألف تقدير بنقطة للفرق بين نسبتين زي ما قلنا لتقدير قيمة واحدة للفرق بين نسبتين نبحث عن أو نوجد بي هات واحد نائس بي هات اثنين ألف ومية على ألفين تمثل بي هات واحد نائس ألفين وتلتمية على خمس تلاف تمثل بي هات اثنين النسبة الأولى كانت خمسة وخمسين من مية نائس النسبة الثانية كانت ستة واربعين من مية تقدير بنقطة سيكون صفر فاصل صفر تسعة أي تسعة من مية للفرق بين نسبتين المطلوب الثاني تقدير فترة ثقة خمسة وتسعين في المية للفرق بين نسبتين خمسة وتسعين في المية لاحظ ما هي أحجام العينات كبيرة سنستخدم توزيع زد لإيجاد القيمة الجدولية مع خمسة وتسعين في المية نعلم أن قيمة زد بتساوي واحد وستة وتسعين ألفة خمسة من مية نقسمها على اثنين قيمة زد بخمسة عشرين من ألف أو مستوى معنوية عند مستوى معنوية خمسة عشرين من ألف بتساوي واحد وستة وتسعين ثم التعويض بهذه القيم في صيغة فترة الثقة للفرق بيهات واحد نائس بيهات اثنين نائس أو زائد وبينهما الفرق بين نسبتين المراد تقدير فترة ثقة له نعوض بالقيم بيهات واحد نائس بيهات اثنين كانت خمسة وخمسين من مية نائس ستة واربعين طلعت عندي في التقدير بنقطة مباشرة بتسعة من مية نائس قيمة زد بواحد ستة وتسعين مضروبة في الجزر التربيعي لبيهات واحد خمسة وخمسين من مية في المكمل على مية في المية اللي هو واحد نائس خمسة وخمسين يساوي خمسة واربعين من مية على حجم العينة الأولى ألفين زائد بيهات اثنين كان ستة واربعين من مية في المكمل أربعة وخمسين من مية على حجم العينة الثانية كان خمسة ألاف كل ده يتكرر مرة ثانية عند إيجاد الحد الأعلى بس بإشارة موجبة القيمة اللي موجودة عندي كانت تسعة من مية ثم نقوم بحساب هذه القيمة على الآلة الحسبة فوجدنا أن الحد الأدنى يساوي صفر فاصل صفر ستة أربعة اثنين أي تقريبا ستة من مية الحد الأعلى كان بيساوي صفر فاصل حداشر تمانية وخمسين أي تقريبا اتناشر من مية أو حداشر ونص في المية نختتم مع موضوع تقدير فترات الثقة بمجموعة من الملاحظات عند إيجاد فترات التقدير للوسط الحسابي للمجتمع ميو نلاحظ أنه إذا كان السحب من مجتمع طبيعي تباينه معلوم فإننا نستخدم جداول التوزيع الطبيعي المعياري أو اللي أحيانا بنطلق عليه الطبيعي القياسي أما إذا كان السحب من مجتمع ما يتباينه غير معلوم يعني سجمة تربيع غير معلومة فإننا نستخدم أيضا جداول التوزيع المعياري أو القياسي بشرط أن تكون العينة كبيرة إن أكبر من أو تساوي 30 3- إذا كان السحب من مجتمع تباينه غير معلوم فإننا نستخدم جداول توزيع وذلك إذا كان حجم العينة صغير إن أقل من 30 عند إيجاد فترات التقدير للنسبة في المجتمع بي أو بي واحد وبي اتنين بي واحد ناقص بي اتنين في حال السؤال عن التقدير للنسبة سواء لمجتمع واحد أو مجتمعين فإننا نستخدم دائما جداول التوزيع الطبيعي القياسي زد